اليوم رح نحتي على الصندوق الأسود أو مثل ما معروف باسم البلاك بوكس تلزم قوانين الطيران الدولية المتفقة عليها جميع الرحلات التجارية بحمل جهازي تسجيل معلومات خاصة بأداء الطائرة وظروف الرحلة أثناء الطيران الكل سامعين على الصندوق الأسود أو مثل ما معروف عدنا بعالم الطيران باسم البلاك بوكس والغلبية المتداول بين الناس أنه يسجل الأصوات الموجودة داخل الطائرة أو بالتحديد بقمرة القيادة وهذا تقريبا هو كل المعلومات اللي واصلة عد المسافرين أو عد الناس بشكل عام لكن يوم بهذا الفيديو رح نحتي على معلومات دقيقة على هذا الصندوق الأسود أو مثل ما معروف بصندوق الكوارث ورح نعرف ليش سموه شي ورح نعرف شنو لونه ورح نعرف هو أصلا بالطيارة كم قطعة موجودة من يمه وش وقت خلوه أصلا وليش مخلينه وشنو عمله وحتى رح نعرف في هذا الفيديو إش قد رح يكون سعر الصندوق الأسود عام عليكم وهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اليوم رح نحتي على الصندوق الأسود طبعا لحد الأربعينات من القرن الماضي أو الخمسينات هو ما كان موجود بالطائرات الصندوق الأسود أو باسم البلاك بوكس مثل ما معروف ورح نقول لكم ليش إحنا سميناه شي أصلا أو العفو ليش هم ما طلقوا عليه هذا الاسم صندوق الطائرات ومنظمات الطيران فمثل ما قلت لكم من حد الأربعينات أو الخمسينات من القرن الماضي ما كان موجود مت كانت تصير حوادث طيران فكانوا كل ما نصير حادث ينزلون في القانون معين من وراء الحادثة اللي صارت فبالأربعينات وبالخمسينات قالوا إحنا من دا يصير حادث ماذا نعرف الطيار والمساعد طيار شنو كان يحشي أو شقد شان السرعته أو شقد شانت الرياح لواجهتهم أو شنو المشكلة لواجهتهم فما حد يعرف هاي المعلومات يعني إذا مات الطيار ومساعد طيار فالمعلومات ماتت وياهم فلهذا توصلوا أنه يصنعون الصندوق الأسود اللي هو فلايت ريكوردر بس سمي بالصندوق الأسود ليش؟ هنان نجي لهاي الخطوة سمي بهذا الاسم أو هو عدة أسامي عنده لكن مثل ما يشوفون بصورة هو ينكتب عليه فلايت ريكوردر اسمه بالانجليزي بس البلاك بوكس هو مجرد يعني مثل ما نقول ابدأ لعمادت هذا الاسم ليش؟ لين هو يحمل يطلعونه فقط بالأخبار الكوارث والأخبار السودة فسموه بهذا الاسم والأغلبية عبارهم هو لونة أسود فسموه بهذا الاسم ورح نيجي هنا للنقطة الثالثة اللي هو لونة هو لونة طبعا أبدا مو أسود لونة يكون برتقالي مصفر يعني برتقالي على أصفر خفيف لكن اللي يسموه بالصندوق الأسود مثل ما قلت لكم السبب لين يحمل أخبار وكوارث فسموه بالصندوق الأسود هسا نيجي على النقطة الرابعة والمهمة اللي هي مثل ما قلت لكم انه مكانة وين مثل ما عرفتنا لونة وش وقت بدأوا يخلونا بالطائرات طبعا منو الأمر انه إجبار هو لازم يكون بكل الطائرات وشركات طيران يعني انت بتجي عندك شركة طيران وطائرات منظمات طيران اتجبرك وصناع الطائرات انه تخلي الصندوق الأسود داخل الطائرة هنا نحن نحكي مكانة وين يصير طبعا هو مكانة يكون بالفريم مع الطائرة بنهايتها يعني لا أنا ولا الطيار ولا أي واحد يقدر يشوفه يعني داخل الفريم يعني داخل الطائرة موجود ومخلينا النقطة الخامسة اللي أريد أحكي بيها شنوه هو كم قطعة موجود من الصندوق الأسود بالطائرة الأغلبية عبانهم انه صندوق الأسود هو صندوق واحد لكن هو بالحقيقة هنه اثنين اثنينات الموجودات بنفس المكان مهمتهم شنوه هذان الاثنين واحد شغلته انه يسجل سرعة الطائرة الرياح الكيلومتر ده تمشي بيه الطائرة العفو القياس القدم وكل المعلومات اللي تخص الرحلة واحد يسجلها يعني الكمبيوتر الخاص بالطائرة المعلومات اللي يسجلها للرحلة السرعة وغيرها كلها تسجل بالصندوق الأسود رقم واحد أما الصندوق الأسود رقم اثنين شنوه شغلة هذا شغلة يسجل كل ما يصير بقمرة القيادة من الصوت يعني الكابتن منيه شويه مساعد الكابتن والكابتن منيه شويه برج المراقبة المحادثات المعارف شنوه كل هذا الحشي يسجل بالصندوق الأسود الثاني هذا النثنينات هنوان موجودات موجودات بنهاية الطائرة طبعا الصندوق الأسود بالنقطة السادسارية وضح عليكم أنه مصنوع من مواد قوية جدا وأهم عنصر من هاي المواد هو تيتانيوم ويعني حتى واحدة من الاختبارات اللي اختبروه عليه أنه خلوه مكان قريب كلش وضربوه بقذيفة كلش ما تأثر فهو يتحمل حرارة لحتى قريبا ألف درجة مقوية ويتحمل تقريبا خمسة آلاف وأكثر عمق بالبحر يعني نصنعه من مواد كلش قوية فإذا صار ببحر أو إذا صار بنار أو حريقة أو أي شي فهو ما يتأثر هذا الصندوق حتى يحافظون على المعلومات الموجودة به فمثل ما قلنا أنه هذا يقوم الدرجات الحرارة لحتى درجة ألف تقريبا درجة مقوية وحتى إذا وقع أنه بالبحر مثلا تفلشت الطائرة وهو جزء مالته وقع بالمي فهو عد استعداد يبث إشارة على المواقع والقنوات الإذاعية ورح يقدرون يستنجدونه ويعرفون مكانه طبعا حتى عمق تقريبا خمسة آلاف متر هو ما علي شي يعني طلعا عشرين ألف قدم تقريبا بالأقدام فإن هذا النجان أهم نقطة لازم تعرفوها إنه الحرارة والمين هو كل ما يتأثر به بالأضافة إنه سعره هواي الناس ما يعرفون إنه شنه سعره هذا يكون حوالي 30 ألف دولار الحتي لحد 85 ألف دولار يعني لا تتفاجئ 30 ألف دولار الحتي لحد 85 ألف دولار طبعا بالمناسبة إنه الأزاء الموجودة بالطائرة لكغير ما تشوفوه أنه有شغلات ناعمة أو صغيرة بس تتفاجئون بأسعارها وعن قريب جدا عدة حقة لكم أسوي لكم الأسعار الزاء الموجودة بالطائرة فهيح تتخيلون أو ما تتخيلون الأسعار اللي لحى نقولها بهاي الأزاء يعني أسعار خيالية فالصندوق الأسود سعره تقريبا من 30 إلى 85 ألف دولار هذي تقريبا أهم المعلومات اللي على البلاك بوكس أتمنى استفاديتوا من هاي المعلومات وأتمنى وفادتكم ولهو شي بسيط وقلونا بالتعليقات شنو كانت أعتكم فكرة على الصندوق الأسود وشنو تغيرت الفكرة بعد ما شفتوا هذا الفيديو زادا آسف إذا هاي الفترة قليدة أنزل بس كودا رمضان ووقت وشوي انشغالات وبس إن شاء الله فيديوهاتي هواي إن شاء الله بهذا الأسبوع محاضري لكم لا تنسوا نشتركوا بالقناة وخلونا لايك على هذا الفيديو وعلقونا بأي شي يجب بالكم كل مواقع التواصل الاجتماعي موجودة بصندوق الوصف ضيفوني وتابعوني هناك وإن شاء الله اتونس دويانا بهذا الفيديو شوفكم بالفيديو الجاي أو بالفلوك الجاي ثيمو الله